طفل سوري يصارع صعوبات الحياة أملاً في إعانة عائلته ومتابع دراسته بعد ثلاث سنوات على قتل والده على يد قناص تابع لقوات الأسد يعيش الطفل محمد وعائلته ظروفاً صعبة بعد أن بات هذا الطفل المعيل الوحيد لإخوته ووالدته تفاصيل قصة محمد في سياق تقرير التالي محمد الفارس طفل سوري يبلغ من العمر 12 عاماً لم يكن يدرك هذا الفتى أن رياح حياته ستسير عكس ما يشتهي وعائلته حيث بات المعيل الوحيد لعائلته بعد مقتل والده برصاصة قناص تابع لنظام الأسد في حلب هنا إحدى ورشات الصناعة في مدينة الباب حيث يعمل محمد محاولاً تأمين احتياجات العائلة يعيش محمد وعائلته ظروفاً صعبة فهو يحاول متابعة دراسته والاستمرار في العمل أيضاً وبالرغم من المخاطر والمعدات الكبيرة التي يتعامل معها إلا أن المسؤول عن الورشة أكد أنه لا يسمح لمحمد العمل على الألات ومعدات الخراطة إنما يقوم بأعمال لا تشكل خطراً على حياته ينهي الفتى عمله عائداً إلى منزله حيث تنتظره أخته الصغيرة بات هذا الفتى يعني الكثير لها بعد رحيل والدهم هذا الولد أكبر واحد من الأيتام اسمه محمد بروح عن مدرسة ساعتين ثلاثة وبيجي على محل بدكان يشتغل بروح عن مدرسة من أجل يتعلم الكتاب والقراءة وبيجي على محل يشتغل شي يفيد شي يفيد أخوته بالمستقبل في عمل في مكان في صناعة في أي شغل والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى نعم علينا وسيترنا يعيش محمد ووالدته وإخوته في منزل جدهم بريف حلب يقضي الفتى وقته بين العمل ومتابعة دراسته يحلم أن ينهي تعليمه ويصبح أستاذا يساعد عائلته في تأمين كل احتياجتها حمل هذا الفتى عبءا ثقيلا وهو ابن 12 عاما كل ذلك لم يكن عائقا أمام محمد الذي يصر على الاستمرار حتى تحقيق أهدافه ترجمة نانسي قنقر